ومن الناس من يتخذ من دول الله أنداداً يحبونهم كحب الله هو أراد هذا قال لك أنا أنا أتبع الله وأتبع رسول الله أو رسول الله هذا يحرمني من ماذا؟ من المساعدة الإسعاد يعني أن أسعد وأن أسعد مع قومي العاكفين على ماذا؟ أصنامهم وأوثانهم فأصبح كالبعي المعبد وكالخليع في قومي لا أنا لا لا أريد أن أبقى معهم وبينهم وأن أسعدهم ويسعدوني حالة نفسية اجتماعية في عليها دليل؟ طبعاً فالعنكبوت وقال إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أو ثانياً مودة بينكم في الحياة الدنيا من أجل مودة أن أسعدك أن يسعده والبعيد والآخر يكون مساعد الله على ما هو عليه ولذلك انتبهوا الدين إذا ذهبت تدرسه من منظور علم النفس الاجتماعي أو علم الاجتماع كما فعل دوركايم تديره في نهاية الموضع في قضية اجتماعية وقضية ثقافية وقضية مجتمعية ليس حكاية حقائق فلسفية وثيولوجية محضة لحالة تتحرك في فضاء الاستدلال هذا فقط في حقي من أراد أن يأخذ صفوة دين وخالص الدين أما معظم الناس الدين عندهم أي قضايا اجتماعية في تعبير العبد الفقير قبل يمكن حوالي بضع عاشرة سنة قلت عند التحقيق يتبين لك أن معظم الناس يؤمنون بالإيمان ليس عنده إيمان حق بالله وملائكته لا لا هو يؤمن بالإيمان قضية الإيمان كل هذه من غير الدخول في تفاصيلها بك يأتي واحد هيك حزمة واحدة يعني هذا الحزمة يقدهم أداء المجتمع هذا إيمان كاثوليكي هذا إيمان بروتستانتي هذا إيمان أرثوذكسي هذا إيمان سني هذا إيمان شيعي هذا إيمان يهودي هذا إيمان مسيحي هذا إيمان إسلامي بك يأتي واحد هيك والناس تؤمن بالإيمان ما عندك أنت؟ صندوق إيمان أعطيني أحمل صندوقا كما تحملون أنتم فقط أهل الدين الحق هم الذين يبحثون عن الدين في عمقه وجواره لكي يدينوا تصبح لهم تلك العلاقة الحقيقية بالله عز وجل التي تورث المخافة والعرفان والخشية والتوكل والثقة والاحتساب إلى آخر هذه المعاني على حد ما قال أحدهم مالي وللناسي كم ذايا الحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس طبعا دين مجتمعي وهضح أخواني هذه القضية ثانية